أربع أرطال من الأنثراكس أربع أرطال جنطها الكبرها يشيلها واحد فذائي ويدخلها من أنفاق مكسيكو إلى الولايات المتحدة كفيلها بقتل 330 ألف أمريكي في ساعة واحدة إذا أتقن نفرها على الوعاء السكاني هناك مرعبة الفكرة يعني إذا على سبتمبر تطلع زلاطة عند الموضوع هذا صح ولا لا وما في داعي طيارات وشكبانات ومواعيد وقصة من المؤامرات والتوقيتات واحد عنده من البسالة اللي يدخل معه أربع أرطال من الأنثراكس ويدخل حديقة البيت الأبيض صح ولا لا وكدت عليهم النون النون هذا صح ولا لا ويبب عقوبها تصير المسألة وماشى هناك الدبلو أم دي مشكلة خايفين الأمريكان أنه الدبلو أم دي يطيش بإيد تنظيمات بين قوسين إرهابية مثل القاعدة أو غيرها وهناك ما يدعو لتخوف الأمريكان لأن القاعدة عندها في منطقة هيرات سابقا فعلا لابوراتريز في شمال أفغانستان عندهم علماء عندهم كمستس وعندهم ناس متخصصين بالنيوكلير فزيكس يعني هم مو مثل ما يصورهم بعض الصحفيين المعلبين عندنا بأنهم ناس يعني بدو متخلفين وقاعدين في كهوف لا 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 هذا حتش ينطلع على الناس الغشمة لكن الناس المتابعين يدرك بأن القاعدة عندها لابوراتريز وعندها مثل حزب الله حزب الله عند لابوراتريز في جنوب لبنان أصبحت تبيع على رومانيا وهنغاريا أنتو بس يقولون إرهابي قول هذا رفيجنا ليش لأن هذولا الإرهابيين بين قوسين أتقى ناس في العالم وأشرف ناس في العالم وأحسن ناس في العالم كيف أنا قابلت الملعمار شخصيا أنا شرفت شرفت أنا لي شرف إني قابلت الملعمار وجلست معه رجل ليس من هذا العاصل رجل ليس من هذا العاصل كان لا يستقبل الوفود الغرب وروحوا وروحوا ويقول لهم إلى إلى كابل أنا في قندهار إذا إنما المشركون نجس كيف كيف روحوا وقابلوا وزير خارجية قابلوا ويحشوا سياسة اسمنا لكم هنا أرسلهم وقابلوا ويحشوا بمشاهده هذولا ترى الي ينفعون مع الغرب أما حريقاته مع حريقاته حريقاته أو دحلان أو هذولا 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 يعني ما يفيدون الأمة بشيء أكو في الولايات المتحدة أكو ما يزيد على ثلاثمائة ألف ميليشيا بيضاء تنادي بضرب الحكومة الفدرالية في واشنطن وفي طرد العرب واليهود والزنوج من الولايات المتحدة الناس عصريين ريد نيكس بيسمونهم الكوكلاكس كلان هذولا ريسست وتفكر هذه الميليشيات بضرب حتى مفاعلات نووية داخل الولايات المتحدة الله يوفقهم ولو ان احنا موبيض ولا شفنا البياض يعني صح ولا لا هذولا عندهم مشاريع لضرب المفاعل النووي اللي على شواطئ بحيرة متشقن وهذا مفاعل خطير جدا يوذي الشمال الافريقي كله بالكهربة والله يوفقه واحد من المسؤولين في هذه الميليشيات يفكر بضرب المفاعل هذا وأنا يعني أرى بأنه احنا يعني نعطي فرصة في دعائنا نحن ندعي ندعي لا يعني أنه الله يوفقه يثبت خطوة فهمت كيف حتى ينتهي من هذه المهمة ونزور حتى نهني إن شاء الله الله في كتاب الكريم أكد بأن عداوتنا معهم دائمة ولذلك هذا اللي يقول حوار ما حوار بالسلسانة أي حوار أي رجي ما قل حوار الله سبحانه وتعالى أكد بأن عداوتنا لليهود عداوة دائمة ويأتي واحد يقول أخواننا ما أخو العالم هذا هذا يناقض صريح القرآن الكريم والذي يناقض صريح القرآن هو كافر تكفير نعم تكفير أنت من أي نعم أنا أأيد التكفير أيضا المفروض علينا أن نحن ندافع المقاومة ولا نسكت على هذا الهجوم المنظم على رجالات المقاومة في صحافة الجزيرة العربية وفي صحافة الخليج وفي الصحافة العربية أكو أكو نبرة تشكيك في شخصيات المقاومة المقاومة هذولا لازم تصدى لهم ما نخليه يستمر حطه ما تتصل فيه بالتليفون وتقول لهذا كلام سفيت ما لازم تكرر أو تعيده في زاويتك أو في مقالاتك وإلا سنتخذ معاك الإجراءات التالية لابد أن نلجأ إلى أسلوب الضغط على هؤلاء وقال لا نسكت ولا نتركهم بحجة حرية الرأي هذا طابور خمس هذا طابور خمس أنا عبدالله فهد عبدالعزيز النفيس جاي أحرضكم أن تتصدوا بكافة الوسائل لأي شخص يرفع لسانا على المقاومة بكافة الوسائل كيف وزراءهم مجاهدون وزراءهم مجاهدون أنا عرف وزير عنده 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 مساهمات في عمليات